أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ما وصفه بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين طلب اشتية الأمم المتحدة بإدانة العدوان على القطاع والمجازر المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبتوحيد المعايير في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها قادة إسرائيل وبعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب اشتركوا في القناة